مكرم عميرية كتمعام الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل البلديين في إضراب البارح واليوم مرحبا بك سي مكرم شكرا لك على قبول دعوة شنو الأسباب اللي خلتكم تصلوا للإضراب؟ شكرا على الاستضافة مرحبا بك وبالسادة المستفعين أحنا الإضراب كان سدر على هاي دارية قطاعية تم تنهار 12 جام في 2022 ما هيش المرة الأولى اللي نهده بالإضراب هددنا عديد المرات قبل ولكن مع الأسف يتواصل تجاهل سلطة الإشراف للمطالب قطاع البلديين هي ما عادش مطالب هي أصبحت حقوق حيث تم إمضام اتفاقيات ومشاريع أوامر في خصوص اللي اتفقنا فيه تم يحالتها لرئاس الحكومة على أساس ناشرها بالرايد الرسمي وقتش تم يحالتها إلى رئاس الحكومة؟ منذ 2019 خاصة الأمر الخاص بإصدار نظام الأساسي العام للأعوان البلديين 2019 الاتفاقيات قدش من اتفاقية؟ هو اتفاق خاص بالإصدار نظام الأساسي العام للبلديين الاتفاق الخاص بتطبيق الأمر 1143 حول حول تنظير أصحاب شهيد العليا العام؟ صح في عام هذا؟ هو تصح في 2016 ولكن إلى حد الآن ما زال ما اتطبقش احنا صار اتفاق ثاني على أساس بحكم السلطة المحلية والتدبير الخارج بالنسبة للبلديات عنا أمر 291 الخاص بالانتداب والترقية بالنسبة للبلديات اتفقنا على أساس باش نزيدوا فيه بند اللي هو يعاد التنظير واتفاقنا مع الوزارة قدمنا مشروع أمر للحكومة وإلى حدود هذه الساعة ما فهمش تجاوب اليوم فيش تتمثل مطالبكم الكبرى سيما كرم مطالبنا الكبرى النظام الأساسي العام للبلديين كما تعرفوا البلديات هو عندها خصوصية هي 19 سلك خاص في البلديات يتعايشوا مع هيكل منتخب يضم عديد الحزيزيات السياسية كما تعرفوا رئيس البلدية بالمجلة الجديدة ما عادش رئيس المجلس البلدي فقط هو رئيس الإدارة والممثل القانوني للإدارة فما تداخل بين ما هو سياسي وبين ما هو إداري فما تغييب للإدارة البلدية الكاتب العام بالقانون الجديد اللي يمثل الدولة وليمثل وحدة الدولة والتواصل الدولة هو أصبح مستشار لدى رئيس البلدية ومقرر المجلس البلدية ما كون يقرر من يقرر رئيس البلدية رئيس البلدية هو كل في الكل هو كل في الكل مصار مهني، ترقية، ترد، مصار عقابي، الكل عنده واللي ما يتمشيش مع أمور الرئيس البلدية يحيدوه على جنبه هو الشيء اللي صيرت كتاب عامين محطوطين في الرفوف والكتاب العامين يكون ولد البلدية، يكون ولد الكتب العام منين الكتب العام؟ الكتب العام هو هو عام المدرسة قومية للإدارة ولكن مع الأسف بعد تركيز مصار المركزي والتدبير الحر توتنجم تلقى كتب عام أستاذ طربة إسلامية ويجيبوا رئيس البلدية مع احترام اللي سيدة يجيبوا رئيس البلدية يعملوا عقد رئيس البلدية ينتبه الانتداب اليوم بش نفهمه شوية قانون أساسي يحيد من فكرة الانتقال في إدارة البلدية من لون سياسي إلى أخر خاطرنا أخويا يكون عندي قناعة ولا غيره يستهدفني رئيس بلدية على خاطرني من حزب خصم وهذا ينجم يكون موجود وفي نفس الوقت شو المطالب الأخرى؟ المطالب المالية المطالب المالية هو ازدار المنحة الخصوصية اللي تم الاتفاق في شأنها زادة في عام 2019 المراجعة على المدونة المهنية هي عملية تنظيمية لأكثر والأقل داخل السلك العملة كنا اتفقنا على أساس تكريم للقطاع البلدي أن نصدروا يوم موطني للعون البلدي نحتفلوا به سنويا وخاصة تسويت وضعيت ما يسمى بجهاز الشرطة البيئية الجهاز البارشيوتي اللي ما كانش مخدوم على قاعدة شرطة بيئية وأعوان الشرطة البلدية زادة ليفهم شح كبير واللي مش موجودين تقريبا في كل البلديات ولا فهمة بلديات تتشكة من أنه شرطة البلدية ماش موجودة بالصفة الكافية أعوان الشرطة البلدية كما تعرفوا كانوا أعوان ترتيب في البلدية كانوا يخضوا لسلطة رئيس البلدية ولكن بعد الثورة تم إلحاقهم بوزارة الداخلية فهمة مشكلة كبيرة توا خاطر هما يخضوا لوزارة الداخلية فهمة مشكلة في تطبيق قرارات البلدية كما تعرف ديما يتسببوا بحكاية فهمة أمور أمنية فهمة كذلك هكذا ليش المشكلة كبيرة شوف احنا كنا في جو سياسي بامتياز ولنا في جو سياسي بامتياز بعد 25 جويلية كما تعرفوا الاغلبين متعروسة البلديات هم ينتميوا الحزب النهضة بعد 25 جويلية فما مشاكل كبيرة صارت بين الحزب النهضة والحزب الرئيس جديد احنا نحسوا وانا واحد من الناس نحس لي فما دفع نحو الفوضى والشي هذا قاعد ظهر لي هكا ظهر لي على حسب نشوف يعجب السلطة الحاكمة كما صار في مجلس النواب والعباد فدت من مجلس النواب في وقت ملاقات سيبور سلا تحل بك السهولة هذيك ظهر لي احنا زادا نفتشوا اننا نعفلوا الوضع على مستوى المجالس البلدية باش كنحلوها تتحل بسهولة زادا كما صار هذا اللي نحسوها حاجة بالحاجة سيماكرمي عايشك خاطر ده كلم كبير وختير اللي تقول فيه لا نقول اننا ننتبع في الوضع عن قرب واننا نقول لك الموجود فهمك فهمك هو هذي معناها حاجة تظهر منطقية اذا كان انا عندي رئيس بلدية اليوم ولا رؤساء بلدية بالعشرات ينتمي الى حزب معين واليوم تغيرت الاوضاع في البلاد الى اي مداني ما مفهوم كلمك اننا نسمعه كلمك لكن ردوا بينا على خدر زادا عمليات التعصف من تعترد اللي صارت من عند بعض البلديين للرؤساء بلديات ولا غيروا منتخبين وصارت بعض الانفلاتات صارت امور جدلي صارت منه ومنه منه ومنه خلينا فيدو سيناء كيفاش تفاعلت سلطة الاشراف مع مطالبكم لا حدين ما فهم حتى التفاعل فما تجاهل تام للمطالب احنا في سابقة من نوحة الى اكثر من شهر وعشر ايام اللي اعلننا على الضراب الى حدود هذه الساعة ما فهمش تجاهل في الحجرة مالا اسمو مولا اكيد جدا حجرة اذا كان انا نضرب وانتي ما تعايت ليش لا للتفاوض لا بش تسمعني سكفما مشكلة اكيد جدا فما حجرة فما عدم موبالات في الموضوع لكن احنا ما ناش ما ناش سكتي اشتحبوا تعملوا سيد اخويا تفعيت بش نساعدوا كيفاش قررنا بش نعاودوا نعلنوا على اضراب ثاني وقتاش بثلاثة ايام شاء الله دي سي فانسومان نعلنوا على تاريخ متاع ولكن الاتفاق اللي صار انه بش يكون بثلاثة ايام في الايامات القرية القادمة دونك تلوحون بثلاثة ايام اضراب اخرى في البلديات من هنا الاعلان عليه من هنا الاخر الاسبوع عليش اعتبرتوا في برقية الاضراب ان المجالس البلدي تشهل انفلاتات وسوء استعمال للسلطة المخولة لهم بالقانون شو اللي عينتوه هذا يعاودي رجعني يمكن الكلم اللي كنت تقول فيه على الوضع السياسي انسيسا ايبين شو الوضع السياسي وفماش رقيب فوق سلطة رئيس البلدي دهاري اكبر دليل على هكا وضعية بلدي تقابس اللي مسكرة عندها قرابة شهرين مع تصميل العوان رئيس البلدي متعنت شد في الصحيح اللي ما يتفوضش مع العباد يتعلل بالفاصل العشرين المنشور العشرين الصادر على رئيس الحكومة اللي مع انه ما يهمهم مش هما رئيس البلدي يهم الوزراء ويهم المديرين المنشآت ولكنه على الأسف رئيس البلدية اللي تم انتخابه على الأساس بيشسوي الوضعية وباش ينمي ويعمل تنمية في وصل البلد هيا يتبسح رأسه مع خدامته مكرم مع ميرية مكرم مع ميرية الانتباع ولا نحكي مع الآن ضيفي والحقيقة فرحان بيك ومن خلالك انت تبشي التحية إلى البلديين وإلى هذا العمل المذني الحقيقة ودخل انت وشوف الوضعيات في القيشة هو الوضع مذني للجميع وليكم انتم والمواطنين ما عندكش فكرة قدش مذني للمواطن ما عندكش فكرة نعرف وضعية البلديات وضعية المنشآت وضعية النقلات ولا الماتريال رولان وضعية اللبسة متع العمال النظاف فما وضعيات اخويا متع بيسر وضعية اللي ياخد مليد في الكورونا وضعية الناس اللي تخدم في البطوار وضعية الناس اللي تخدم في الأسواق وضعية اللي تعمل في التعديم مكرم عميرية من فضلك مكرم الآن عليش فما انطباع عند التونس يزاد اللي تونس مصخة واللي الناس ما تقومش بدورها بما فيه الكفاية واللي فما كان المطلبية وأنه صحيح انت الطالب من 2019 لكن يقول كوصبر يا اخويا الوضع هكترها في الدنيا كيفية وانا شنو انت بش تستنى مني وقت اللي الدولة تغفلق كل راس شهر تخرج في الشهرية للناس الكل بكالحساب شنو الاجابة اللي عندكم تونس مصخة هو معناها شوف وضع على وتحملوا مسؤولية هالناس كل حتى المواطن تحمل مسؤولية كبرة في الحكاية تعرف انت فيما عزوف كبير من طرف المواطن والمؤسسات على الادا الواجب الجبائي تجاه البلديات البلديات اللي تعرف بداخلها ذاتية مشكلة كبيرة برشا تطبيق القانون احتلال العظم الواجب جيجة امام قوانين اللي هي يمكن ما تشبهش للتونسي اذا كان ما تشبهش للتونسي كيفش تطبقها لابد من انجاد حلول رسمية نشوفوا كيفش نعملوا استشارة وطني نسلحو هدوسي هذا السلطة المحلية والجماعة المحلية تنخرط فيه جميعنا الاتياف ونشوفوا حل مكرم عميرية اللي هنا هذا يهزنا الى تجربة شؤون المحلية وإلغاء وزارة شؤون المحلية والحاكم بي وزارة الداخلية بصفة عامة معناها اليوم بعد دستور 2014 جيت الحاكمة المحلية وجيت هذه التجربة متاع المجالس المنتخبة كيفش عاشتوها مكرم عميرية بيه يا خايبة والله اشوف احنا فرحنا بالتجربة متاع المركزية ولكن المشكلة وين كانت في ظروف مزروبة معناها حتى المجال التي عملت في ظرف كيف كانت مزروبة ما كانتش مخدومة على قاعدة كانت حتى الاعتمادات واليعانات اللي جيت من البنك الدولي ومن العالم الكل في إطار نجاحها للتجربة المركزية ما مشيتش في بلاستها مشيتش في بلاي صخرة وين مشيت يا سيد يخوي لا مشيتش في بلاي صخرة لا ممشيتش البلديات وين مشيت الله أعلم عليها حلو التحقيق في الموضوع ذا وما فهماش الفلوس اللي جيت بعنوان إنجاح التجربة نتعلم المركزية بخلاف بعض الندوات وشوية تصور مشيت في حواجة أخرى باي سي مكرمي فضلك ننخرطت معاك يمكن في فكرة التدقيق لكن ردوا بيننا راوك يقولوا مشيت لبلاي صخرة يعطي انتباع أنه فمت وين سحطوهم في مكتوبهم مشيت لبلاي صخرة أخرى برباب لما أوكي نجم نعمل تدقيق تنجم تقول مشيت بلاي سي أخرى لا مشيت لبلاي سي مكرتش في المكاتب مثلا العباد مشيت لبلاي سي حواجة واضح مشيت لبلاي سي خلصت شهاري خلصت شهاري مثلا يلا هو يلا هو نجم ندقو في هذا نقول لك أنا أعطيتك فلوس بش أنت تنجح لنا مركزية أنت مشيت خلصت بها خلصت بها بسنا وخلصت بها أمورك ذيك مش به اليوم تعتبروا في الله حال مهنية متاعكم بأنه فما تواطئ وتلاعب في ملف النفايات والمصبيت مثلا هذا جدا شنوه هالموضوع هذا من عند شكون هالتلاعب بالنسبة للموضوع النفايات مدف كبير صديقي احنا كيف نشوف هو الاتفاق اللي صار سا في لانتان على أساس أن ننتقل من مرحلة دفن النفايات الانتاجمات إلى الجستيان ريال الواحدة وما صار نعرف احنا الشركات تربع أكثر في الدفن النفايات والردم من النفايات أرخص بيصير وتصور أكثر فلوس احنا الاتفاق صار مع الاتكاة هو ما يعرف احنا كنا تقابلنا برعاية عن نقابات الدنمركية والاتحاد الصناعة والتجارة الدنمركية في كوبنهاج في عام 2018 صار اتفاق على أساس بيش نمشو ننطلقو نحو مراجعة الاتفاقية الاتارية المشتركة ونصار من اشي لحدود هذه الساعة بيستنع خلق صايف دوك انتي دوات قاعدة تقول لي من 2019 عندكم قانون اتاري مخرج قاعدة تقول لي عندكم اتفاقات ومطالب مالية ما صارتش قاعدة تقول لي اللي البلديات فيها مشاكل حاكمة بتبقى الحال في علاقة بالمجالس البلدية المنتخبة قاعد تقول لي المي صبات فيها مشكلة وقاعد تقول لي اللي الشرطة البلدية فيها مشكلة ولي شوني مزال اخر ولي الشرطة البلدية فيها مشكلة اي لان كما الناس بشوية كرامة كما كنت تحكي انت تتو تشوف خدام بلدية متعدي واحد لابس لك واحد لابس اسبيدري واحد في كميون زبلك يتعدى انت مواطن تسكر خشمك يتعدى كميون زبلك قدامك صحيح عليش وصلين للدرجة هذه ما نعملوا حل رواحنا هو وجه من وجه تونس احنا ننظر احنا مكلفين باش ننظفوا العبادة وحنا مقراتنا نحاولوا ننهضوا بمستوانا شوي ونوروا وجه طيب منتع تونس للعالم ما مش هكرا اليوم مكرم مع مايريا كي تسئل رئيس البلدية يقولك زادة من العوان يقولك العون متقاعس العون انا عطيته انا انا نشري الثوب الول والثوب الثاني كل ستة شهر انا نعطي التحفيز انا نوسع بالي انا وقتلي نطلب من الشرطة البلدية بش جيني ما تجيني وما تنفذش القرارات انا مغلوب على امري وانا يعلم بي يا ربي كرئيس بلدية اللي اعطيت كلمتي للناخبين متاعي اني نكمل في هالمنداء ولا عطرة وجهي نهار الهنا في البلدية هذا كلام قالوه كل كلها قاعد تحضر في الروح اللي انت خبت جاي هذي من نحو ومن بال كلها تحضر في الروح لكن باش تقول يروا الكساوي متاع الخدام اظهر لي ما عنداش الحق حتى باش يبدل الكسوة يغسلها بالقانون ومن برنسيب البلدية هي اللي تغسل كسوة الخدام ما عندوش الحق يروح بها يروح بيخدم الزبلة والوسخ كلها دو يروح بالخدم بكسوتها للدار الوضع كما كنت نحكي الوضع المتردي جدا احنا كنا طالبنا في عديد البلديات باش نعمل لجنة متاع الصحة وسلامة مهنية وانا كنت في عديد المناسبات مع عديد رؤساء البلديات قلت لهم نعملوا مراقبة حتى اللعوان متاعنا نعطوهم لنلبسوهم ونعاقبوهم اذا كان ما يلبسش وما تكونش لبس تهنظيفة لانه هو يمثل هيبت الدولة ولكن على غير سي مكر مع ميرية اليوم انتم طلبين الحديث مع من مع وزير داخلية بيانشير هو السلطة الاشراف ياسي توفيقي فضلك كنت سمع فينا استقبل البلديين وشوف اذا كان فما امكانية انه الامور تتحسن استقبل ولاد بلادنا وخلي نشوفه فماشي ما التونسي تفرهد شوية في البلدية انتاعه خطر يستحقها وانتي تعرف يا سي توفيق الى اي مدى يستحقها وصي مكرم يبدو امامي رجل بعقل ورزين وقادر انه يقدم لكل احنا على ذمة الدولة طلبناه وقال ابعثنا له معديد الجلس طلب جلسات قبل ما نوصلوا للضراب على اساس باش خطر احنا انتقلنا من مزارة شو المحلية الى وزارة الداخلية تعرف الى حدود هذه الساعة ما نعرفوش معاش كون نتفاوض وما نعرفوش اناه الباب اللي نندقوه بهذا كان باش نشوفه وزير داخلية ما فماش مسكري البيبان الكل ما فماش عليش يتكون مسكرا البيبان الكل ان شاء الله يكون في الاستماع وانا نعرف وزارة الداخلية قادرة على التفاعل السريع هذا ما فيه كان خير لتوانسة ما فيه كان امكانية يمكن لحل حالة الوضع شكرا لكسي شكرا بركة الله فيك عايش شكرا بركة الله فيك ان شاء الله في اقرب الاوضاع في اقرب الاوقات نلقوا الاوضاع هذه تحسنت على اقل شوية ونلقوا ديناميكية جديدة ثلاثة ايام اضرب جديد ما فماش عليش هاو نستبقوا الاحداث هاو قلق نتقابله ونحكي